عندما يصدر تصريح مهم وخطير من رئيس وزراء عراقي سابق يوصف الحالة كما هي عندما يقول السلطة مسيطر عليها من عصابات هذا الخطاب الواقعي الصريح اللي سزعل منه من زعل أو من استقبله بفرح هل تعتقد أن هناك بداية لتحول بالاعتراف هل هذه الخطابات بدأت تدرك أن هناك وعيا شعبيا صار حقيقة لا يمكن أن يتجاهل وبالتالي بدأ يتغير الخطاب السياسي على سبيل المثال حقيقة الدكتور حيدر العبادي رئيس وزراء ما تغير خطابه من كان بالسلطة من كان بالمنصب إلى أنه تحول إلى خارج المنصب يوصفهم وهم جالسين يبتسمون ابتسامة لا أعرف لها أي مبرر أحد يتهمك قاعد هذا سلوك عصابات وهم يبتسمون بمعنى أنهم ما جايهم هم هم هذه التوصيفات ولا هم هم اللي جاي ينطلق عليهم ولا جاي تحديد المشكلة ولذلك أنت استشهدت بمثل للسيد العبادي عندما قال الحقيقة أو جزء من الحقيقة وهم ابتسموا لأنهم يعرفون ما قاله السيد العبادي حقيقة وعادوا للدفاع عن الإساءات التي حصلت للسيد العبادي بمعنى هل هم يتذاكون على الشعب العراقي يستخدمون هذه السياسة لأن هذه السياسة إلى أي مدى نجحت بأيديهم ويصرون على بقائها ويخشون من التجريب لا شوف أكو مسألة مهمة أحنا ريد أكو بالسياسة عادة يقال أو دائما يقولون أن السياسة لا تتحدث فيها عن الأخلاق طبعا هذا الوصف الخاطئ تماما هو لا ينطبق عن نظام سياسي يعتمد الانتخابات ولذلك أكو مشكلة بعنوان الأخلاقيات السياسية أو الالتزام السياسي إزاء الجمهور يعني أنت ساد نجم شفنا كنا شفنا من هل توجد طبقة سياسية تحترم جمهورها وتحترم ناسها وتحترم حتى من يدعون أنهم يمثلونها تجلس في احتفال وتضحك وتتبادل الضحكات وفاجعة الحمدانية على بعد كيلومترات عنهم أي استهزاء بأرواح الناس هذه نقطة جدا مهمة ولذلك هذه الطبقة السياسية لا تملك التزاما أخلاقيا سياسيا إزاء جمهورها لأنها بالنتيجة النهائية تعتقد أن من يبقيها في هذا العنوان أو في هذا التوصيف السياسي هو ليس أصوات الانتخابات وليس الجمهور الذي ينتخبها لا من يبقيها رضا الخارج عنها ربما أو مدى قدرتها بإدارة التحالفات وترتيب التوازنات